عَنْ عَاصِمِ بْنِ بْلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةِ يقول لا تحسبنَّ في الآية لا تحسبنَّ الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فقال هذا الصحابي يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحسبنَّ فنلاحظ هنا أن الاختلاف بالفتح والكسر في هاتين الروايتين الرواية المشهورة لا تحسبنَّ وفي هذه الرواية لا تحسبنَّ الكلمة واحدة والذين يزعمون أن هذه القراءات والاختلاف هذا اليسير في الشكل في الحركات أن هذا تحريفٌ للقرآن وأن القرآن غير هؤلاء والعياذ بالله أقل ما يقال فيهم أنهم لا يفقهون إن هؤلاء لا يفقهون لأن الكلمة أصلها واحد اشتقاقها اللغوي واحد ولكل حركة معنى لا يخالف المعنى الآخر وإنما يشتق من أصل الكلمة التي أخذ منها